شايفين الجدية الالتزام الترجيز كابتن محمود الخطيب طبعا وراهم دايما في كل مكان وبيشد من قذرهم بيرفع من روحهم المعنوية طبعا كلنا زعلانين من اللي حصل ماتش الفاتو لكن ظروف غير طبيعية شوفنا التحكيم مش عايزين نتكلم عليه ولكن هقول الكابتن محمود مع اللعيبة وهي رايحة يمكن الكابتن بيتمشى ويروح لكل واحد يعني وما بيستناش ان هما يقولوا مع حسينة هو مع محمد مع صام مع شوبير مصطفى مع كابتن سيدة الحفيز يعني الكابتن الخطيب زي ما قلنا المرة اللي فاتت او الستوديو اللي فات معاهم في كل حت معاهم زي ما بنقول كده على الحلوة على المرة انما بعد الهزيمة مش معنى الهزيمة المباراة اللي فاتت ان انا اتخلى عنهم بالعكس كابتن الخطيب معاهم وحتى لقدر الله لو حصل اي حاجة نارضم معاهم واحنا كجمهير نادي اهلي معاهم ده النادي بتاعنا ده اللي لعبتنا مش هنهاجم مش هنهدم ده نادينا ده اللي لعبتنا اللي هم عملوا انجزات كبيرة جدا 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 يعني ليك الحق انك اهلاوي تفتخر باللي انت شايفه ده النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين الحمد لله مش عشان انا بنتمي للنادي الاهلي انما انا بقول الحمد لله على نعمة النادي الاهلي الحمد لله على الانتماء للنادي الاهلي نروح بقى لماتش النهاردة قدام الهلال السعودي وزي ما شفنا ماتش الهلال السعودي مع تشيلسي يمكن كمية المحترفين